أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان إلى 12240 مواطنا من خلال 77 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري ويأتي إطلاق هذه القافل ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية وفي بيان للوزارة أوضح أنه تم إجراء 15320 تحليل دم وطفيليات وأشعة وعقد 21322 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين لافت إلى تحويل 1093 حالة من المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراحات اللازمة على نفقة الدولة